أهلا بكم أصدقائي ومرحبا بكم على قناتكم المتواضعة أبد الحق إنجليش فارم في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف عن كيف يستحدث باللغة الإنجليزية بشكل سلس وطبيعي صراحة المجموعة من الأصدقاء يجدون صعوبة في تعلم لغة الإنجليزية بشكل طبيعي لهذا أردت أن أقوم بتقديم هذه الحصة لأنها غاية في الأهمية هذه الحصة إن شاء الله سوف تكون مقسومة على جزئين أو شقين الشق الأول سوف يكون نظريا والتاني تطبيقيا إذن لماذا هذه الحصة؟ لأنه يعاني الكثير من متعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى من مشكلة التعبير بهذه اللغة والتحدث بها بشكل عفوي إذن إليك الحل صديقي صديقتي أول شيء أو الخطوة الأولى هي التغلب على الخوف الداخلي لماذا نخاف؟ مجموعة من الأصدقاء عندما يريدون تعلم لغة الإنجليزية ينتابهم نوعا من الخوف أو الخوف الداخلي هذا الخوف يتمثل أصدقائي في مجموعة من الأسئلة أو مجموعة من الأمور يتم مطرحها سوف يضحكون على طريقة نطقي أخطاء الإملائية تعابير الهشة تلاثم في الكلام وكل هذه الأشياء أشياء سببها هو الخوف أو الخوف الداخلي إذن أول شيء تقفي نفسك تغلب على الخوف لأن اللغة الإنجليزية مجرد لغة وليست بعبها صدقني هذه الخطوة تبدو نظري لكن إذا اعتمدتها وطبقتها سوف تجتاز خطوات وخطوات كثيرة أثناء التعلم الخطوة الثانية أصدقائي وهي خطوة غاية في الأهمية أيضا تعلم التفكير باللغة الإنجليزية كيف يمكنني أن أتعلم التفكير باللغة الإنجليزية؟ أصدقائي عندما تتعلم أي لغة جديدة يصبح في عقلك لغتان أو أكثر يمكنك أن تفكر في كل لغة من هذه اللغات على أنها مثلا كل واحدة كأنها عضلة في جسمك يعني مثلا لنفترض أن لغتك الأم هي اللغة العربية إنك تمارس هذه اللغة منذ نعومة أظافرك بمعنى آخر أنك تتمرن أو تمرن هذه العضلة التي هي في جسمك منذ سنوات لذا فهي بالتأكيد أقوى من أي لغة أخرى أتحدث عن لغتك العربية إذن عندما تكون هذه اللغة أقوى من اللغة التي بدأت في تعلمها مثلا اللغة الإنجليزية هنا تصبح اللغة الإنجليزية أشبه بعضلة مثلا دامرة أو عضلة مثلا ليست متحركة أو عضلة يصيبها نوع من الخمول إذن فهي تحتاج إلى نوع من التمرين المستمر إذن أول شيء أصدقائي يجب عليكم فعله هو حاول أن تفكر بكلمات منفردة ماذا أقصد بكلمات منفردة؟ في حال كنت قد بدأت بتعلم اللغة الإنجليزية حديثا لا تعتقد أن الوقت لا يزال مبكرا على البدء بالتفكير بهذه اللغة على العكس كلما بدأت أو كلما بدأت في مثلا التفكير باللغة الإنجليزية أو أفكر في كلمات دائما يكون ذهني أو ذهنك يجب أن يكون صافيا كيف يكون صافي؟ تأخذ مثلا مجموعة من الكلمات التي توجد بلغتك الأم وتحاول أن تفكر بها باللغة الإنجليزية أو تفكر فيها باللغة الإنجليزية لهذا صفاء الدهن يساعدك في التعلم مثلا إذا أخذنا هذه الكلمة وهي كلمة boy بمعنى فتى إذن أنت فكرت بكلمة فتى باللغة الإنجليزية وقلت boy مثلا إذا أخذنا كلمة جميل أو لطيف نقول nice مثلا إذا أخذنا كلمة سعيد مثلا نقول happy إذن هنا أنت ماذا تفعل؟ تفكر بكلمات منفردة كأول خطوة فكر بكلمات منفردة في حياتك اليومية نحن نعيش حياة مملوئة بالأمور التي نقوم بها مملوئة بالحركات مملوئة بالسكنات مملوئة بمجموعة من الأشياء إذن أول خطوة هي فكر بكلمات منفردة كأول خطوة أصدقائي الخطوة الثانية وهي خطوة غاية في الأهمية تحدث عن يومك ماذا أقصد بتحدث عن يومك؟ باختصار أصدقائي حاول أن تجعل من حياتك كقصة كقصة خاصة بك من خلال أصدقائي هذه الخطوة يمكن تخيل حياتك كقصة أو فيلم وطائقي تكون أنت راوي فيه لهذا دائما نقول تحدث بضمير المتحدث المتكلم أقصد I ممكن استخدام ضمير المتكلم I أو He أو She لكن I يكون أفضل عما تفعله من خلال أو خلال يومك لماذا؟ حيث سيساعدك هذا الأمر الاعتياد على اللغة الإنجليزية واستخدام كلمات شائعة بشكل مستمر وتركيب جمل كاملة على سبيل المثال أصدقائي قد يبدو سرد يومك هكذا هذا فقط مثال توضيحي It's morning I wake up and take a warm shower I dress up have my breakfast and go to school or go to work يعني إنه الصباح أو في الصباح أستيقظ أخذ حماما دافئا ألبس أو أرتدي ملابسي أخذ وجبة فطوري وأذهب إلى المدرسة أو العمل هكذا تبدأ بالتحدث عن يومك بشكل بسيط جدا ثالثا اختلق حوارات ماذا نقصد هنا؟ عندما تتحدث مع الآخرين أنت هو هذا الشخص أنت هو هذا الشخص عندما تتحدث مع الآخرين فأنت بالطبع لا تحدثهم عن يومك فقط فالحوارات تشمل مواضيع مختلفة وهذه المواضيع يجب التدرب عليها مثلا تدرب على مواضيع تخص interview مقابلة عمل اختلق حوارا يخص ذلك مثلا family العائلة وهو أفضل شيء يمكنك اختلاق حوارات تتحدث مع الأم مع الأب مع الأخ مع الزوجة إلى غير ذلك أيضا التحدث عن الصحة بمعنى أن هذا الحوار أو هذا الموضوع موضوع شائع أيضا التحدث عن العمل بمعنى أصدقائي نقوم بالتحدث عن المواضيع الشائعة أقصد التي نعيشها في حياتنا اليومية بشكل بسيط جدا آخر خطوة أصدقائي الخطوة الرابعة كن مبدعا بمعنى كن مختلفا أي أقصد be creative عندما تكون مبدعا هنا تستطيع عليك أن تكون مبدعا لأنك تستطيع من خلال إبداعك واختلافك عن الآخرين أن تتعلم بشكل سهل إذن هذه السهولة أو هذه المرونة والإبداع يساعدانك في تعلم اللغة الإنجليزية الآن أصدقائي سوف نمر إلى مثال عملي على ذلك إذن حاولوا اتباع هذه الخطوات لازلنا في الخطوة الثانية أو الثالثة بمعنى تعلم التفكير باللغة الإنجليزية لاحظوا معي إذا قلت لكم باللغة العربية حاولوا تسمية هذه الأشياء كن على يقينا أنك بدون أن تحرك شفتك أو بدون أن تتكلم فعقلك بشكل غير مباشر يسمي الكلمة في الذهن يعني تسمي الكلمة في ذهنك لهذا هذه الطريقة التي تعتمدها في اللغة العربية سوف نقوم باعتمادها في اللغة الإنجليزية دائما نتخيل أشكالا أو صورا بدلا من الكلمات باللغة العربية لهذا إذا قمت مثلا بسؤالكم ما هذا كما تلاحظون السهم سوف تقول نافذة من الأفضل أن نقول مثلا window هذه فقط أمثلة مشرد أمثلة أصدقائي مثلا ما هذا عقلي يقول مثلا مرآت لكن من الأفضل أن أقول matter نحن نتعلم كما قلت أو نفكر في كلمات مثلا ما هذا أو what's this سوف تقول مثلا poster أيضا إذا سألتك ما هذا سوف تقول pillow مثلا ما هذا أو ما هذه هنا سوف تجيب وتقول carpet سجاد مثلا إذا قلت لك what's this أو ما هذا سوف تقول bed أصدقائي الهدف من هذه الخطوة أو مثلا من هذا المثال هو أن تفكر في أشكال الكلمات وتسمي باللغة الإنجليزية إذن هنا سوف أقوم بعمل شيء مهم جدا معكم وهو هذه الخطوة سميتها أيضا خطوة ثالثة أو خطوة رابعة عليهم هي تعلم تكوين عبارات من الكلمات عندما تعرفت مثلا على الكلمات أو عن الكلمات الآن سوف أقوم بتكوين العبارة العبارة أصدقائي هي كلمتان أو ثلاث بعيدا عن القواعد المملة إذا قلت لك باللغة العربية ماذا ترى سوف تقول أرى صورة فيها أفراد عائلة يبدو هؤلاء الأفراد يبدون سعاداء أب مثلا أم جدة جد أطفال إلى غير ذلك ماذا سوف أفعله الآن لاحظ معي مثلا عندما تقول عائلة هنا زائد سعيدة في دماغك ماذا تفعل إذا أخذنا كلمة عائلة كما لاحظنا في المثال السابق نقول family إذا أخذنا سعيدة نقول happy هذه الخطوة هي دمج كلمتان لتكوين عبارة وهنا تأتي هذه الخطوة وأهمية هذه الخطوة يعني أقصد عائلة سعيدة بمعنى happy family إذا أخذنا مثلا سورة الجد ونقول جد زائد كبير في السن نقول old grandpa old grandpa لنقول أنك مثلا أنت شخص من هذه العائلة وأنت هو المتحدث ممكن أن تقول أيضا في هذه الصورة توجد جدة كبيرة في السن يعني جدة زائد كبيرة في السن old grandma أنا على يقين أنكم تعلمون أو تفهمون هذه الأشياء لكن أردنا أن نشرح بهذا الشكل البسيط المبسط كي تعتمدها في أمور أو في موادع أخرى هذه الطريقة مهمة جدا مثلا لدينا أطفال صغار يمكن أن نقول young children لدينا عائلة تبدو صغيرة تتكون من الأجداد الزوج والزوجة والأبناء نقول small family لدينا كما تلاحظون في هذه الصورة مثلا حديقة يمكن أن نقول طبيعة خلابة great nature إذن في هذه الخطوة كما قلت تعلمنا تكوين عبارات من الكلمات حاولوا اعتماد هذه الخطوة مع جميع الصور أو المواضيع في حياتكم اليومية الخطوة الموالية الخطوة الرابعة تكوين جمل من العبارات وهذه الخطوة غاية في الأهمية مثلا إذا أخذنا أنك أنت الأب أو الأم المتكلم مثلا إذا كنت أخت أنت الأم صاحبة القبعة وإذا كنت أبا أنت الأب الذي يبدو يعني وراء الجد ماذا سوف تفعل؟ سوف تقول this is my يعني هذه my وتتحدث إذا أخذنا مثلا happy family يمكن أن نقول كما قلنا happy family سوف نعتمد أو نقوم بتكوين جملة إذن أخذنا old grandpa سوف نقوم أيضا بتكوين جملة old grandma old أو young children small family great nature الآن عندما أخذنا هذه العبارات في المرحلة السابقة هذه المرحلة هي تكوين الجمل من العبارات مثلا يمكن أن أقول this is my happy family بشكل بسيط جدا لا تفكر الآن في القواعد وتقول this هل هي اسم إشارة مثلا أو is verb فعل my لا فقط تحدث this is my هذه مثلا تعود لي وتتحدث لا يمكن ترجمة حرفية يعني لي this is my happy family إذا أخذنا هذه العبارة يمكن أن تقول this is my old grandpa الخطوة الأخيرة أصدقائي الخطوة الخامسة اجعل الإنجليزية جزءا من حياتك اليومية بمعنى اكتب ما تفعله فعلته ستفعله في حياتك اليومية سجله ثم استمع إليه أصدقائي هذه الخطوة مهمة جدا لا تقل أهمية عن سابقتها ولكن صراحة في غاية الأهمية عندما أقول أكتب ما تفعله ولاحظوا الألوان سوف تساعدكم بمعنى المضارع present فعلته بمعنى الماضي past وستفعله بمعنى future في اللغة الإنجليزية هناك 12 زمنا يعني 12 tenses نحن سوف نعتمد الآن 3 فقط مضارع ماضي ومستقبل الخطوة الأولى هي كتابة ما تفعله فعلته ستفعله ثم سجله عن طريق هاتفك مثلا ثم استمع إليه هاول الاستماع يعني هنا تضرب أو نقول تضرب عصفرا بحجر واحد هذه طريقة رائعة وصراحة في غاية الأهمية إذن مثلا إذا أخذت everyday I يعني ما تفعله everyday بمعنى كل يوم وتحدث بضمير المتكلم أنا يعني أنت everyday I ماذا تفعل I wake up early I take my breakfast I go to work I meet my friends I do my homework I watch tv I serve the net إذن كما تلاحظون هنا لدينا everyday يعني هنا أنت تتحدث انطلقت من الكلمة ثم العبارة والآن أنت تكون جملاً في ماذا جيد جداً في المدارع بمعنى في present simple تأخذ هذه الجمل وتقول yesterday الألوان سوف تساعد يعني ما تفعله everyday كل يوم الروتين يعني تتحدث عنه في الماضي yesterday بمعنى أمس I woke up early took my breakfast went to work met my friends did my homework watch tv serve the net بعدما تتحدث في الماضي الخطوة الموالية هي tomorrow بمعنى جيد جداً يعني غداً أنت تقوم بهذه الأشياء بشكل ندوري وروتيني بمعنى تتكرر هنا تقول I will wake up early I will take my breakfast I will go to work I will meet my friends I will do my homework I will watch tv I will serve the net أصدقائي أنا لست هنا لكي أقول لكم لماذا أصبحت wake walk بمعنى irregular verb ولماذا نضيف will هنا فقط الهدف من هذه أو من هذه النقطة هو أن أبيل لك كيف تتحدث بشكل طبيعي كن على يقين أخي أختي إذا اعتمدت هذه أو اعتمدت هذه الطريقة سوف تصبح صراحة متمكناً من اللغة بشكل كبير جداً ما أدعوكم إليه أو ما أنصحكم به وعدم الاهتمام أو الالتفاة إلى القواعد المملة أقصد التي درسون إياها عندما كنا في المدرسة فقط تحدث ولا تهتم بما تقول بمعنى حاول أن تخطئ الأخطاء تساعد أيضاً في مرحلة التعلم إلى هنا أصدقائي سوف أكون أو انتهيت من هذه الحصة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم لا تنسوا مشاركة تعمل أصدقاء أرجوكم أصدقائي دعوا بسمتين بسمة الأولى هي لايك أو قوموا بإعجاب فيديو لأن عند إعجابكم بالفيديو سوف يراه أصدقاء أخر يعني أخر بمعنى آخرين لتشجع المحتوى والحالة التانية أو الطلب التاني هو دعوا تعالقكم أو تعليقاتكم أصدقائي لا تشاهدوا وترحلوا في صمت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر